اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدك هو احسن وقت الواحد يتمرن فيه امتى يا دكتور الصبح ولا الظهر ولا بالليل تعالوا نشوف مع بعض كل واحد وحجته الناس اللي بتقول ان الواحد يسحى الصبح ويروح يتمرن كارديو باسكولر اكسرسايز يعني يعمل تدريبات تعتمد على النظام الهوائي على مادة فاضية حجتهم ان الواحد بيكون في حالة سيام ولما الواحد بيعمل كارديو فده بياخد من كتلة الدهون فقط دون المساز بالكتلة العضلية وانا ده انا شايفه ان ده خطأ شائع انك انت لو ما عندكش مصدر وما عندكش بروتين او احمد امينية كافية في جسمك وروح تتمرنت الصبح على مادة فاضية فاحتمالية ان انت تفقد مع الدهون بعض العضلات يعني من الكتلة العضلية انها تنقص ده وارد جدا ناس تانية بتقول ان الواحد يقوم الصبح يسحى يفطر ياخد وجبة متوازنة مناسبة وبعدها بساعة ونص او ساعتين يتمرن علشان هرمون التستوسترون اللي هو من اهم الهرمونات المسؤولة عن الكتلة العضلية والبناء العضلي بيوصل للذروة بتاعته الساعة تسعة ونص او عشرة صباحا ودي وجهة نظر انا باحترمها جدا وانا كنت من الناس اللي دايما بيشجعوا ان الواحد يتمرن في الصباح الباكر ولكن مع مرور الوقت والابحاث اللي انا عدت اقراها اكتشفت ان التدريب بعد الظهر افيد ليه؟ الواحد لما بيتمرن بعد الظهر بيكون درجة حرارة الجسم وصلت لاعلى المعدلات بتاعتها يعني الصباح حتى هو الواحد بيسحى بيكون واحد جسمه لسه بارد فممكن يكون ان النظام بتاع العضلات والرئة وكل ده ما يكونش وصل لاعلى معدلات الفعالية بتاعته طيب ده رقم واحد رقم اتنين الصبح هرمون الكورتيزول اللي هو هرمون الهدم بيبقى عالي جدا السترس هرمون على بالليل او بعد الظهر بيكون مستوى الكورتيزول قلي جدا الحاجة اللي بعد كده ان انت لما بتتمرن من الساعة خمسة او من الساعة سبعة الابحاث بتقول انك انت بيكون عندك اعلى muscular strength يعني انت لما الحاجات اللي بتعتمد على النظام اللاهوائي زي مثلا واحد يشيل حديد او الحاجات دي انت بيوصل لاعلى المعدلات بتاعته ما بين او بعد الساعة خمسة لغاية الساعة سبعة الحاجة اللي بعد كده ان انت لما بتتمرن في المعدة انت بتكون كلت اكتر من وجبة بتكون كلت حوالي ثلاث وجبات واثنين سناك او اربع وجبات ده معنا ايه انت لو اتمرنت الصبح فطرته وتمرنت بعد الفطار فانت مكلتش غير وجبة واحدة والوجبة الواحدة اللي انت كلتها هل هي بقى هتغطي الجلايكوجين اللي انت فقدته وانت نايم وتقدر ان اتأهلك لوحدة التدريب اللي هي بعد الفطار اشك بس انت لما تكون كلت تلاث اربع وجبات فنسبة ان المخزون بتاع الجلايكوجين بتاعك يكون مليان بتكون عالية جدا وبالتالي هيكون عندك جلايكوجين مخزون كافي تتمرن بيه واحدة التدريب الفوليوم بتاعها عالي جدا وممكن الانتانستي كمان حسب النظام التدريب بتاعك وكده انت بتكون استفدت اعلى درجة ممكنة وخدت احسن حاجة ودي وجهة النظر اللي انا بدعمها ان التدريب بعد الظهر للجسم بيكون قافية حاجة بس انا عايز اقول حاجة صغيرة ان الواحد ما يتمرنش برضو بالليل متأخر قوي علشان يقدر انه هو ينام علشان لو التدريب كان بانتانستي عالية جدا او فوليوم عالي جدا انت ممكن انت ما تعرفش تنام بالليل يعني قبل نوم بتلات اربع ساعات يفضل ان الواحد ما ياملش واحد التدريب الانتانستي بتاعتها عالي عشان يعرف في نام اخر حاجة انا عايز اقولها كل واحد وطريقة الليفستايل بتاعته في ناس مناسب لها انها تتمرن الصبح في ناس موعيد شغلها وحياتها ما تسمحش غير انها تتمرن الظهر في ناس تالتا ما بيسمحش اللايفستايل بتاعهم غير انه ما يتمرنوا بالليل ده اهم معيار ان انت تختار الوقت اللي انت بتتمرن فيه على حسب اللايفستايل بتاعك على حسب الموعيد المناسبة علشان في التدريب الاستمرارية اهم حاجة موجودة عندنا عشان جسمك يفضل بيستفيد من التدريب الاستمرارية هي اهم حاجة اما بقى انت بتتمرن الصبح او تتمرن الظهر او تتمرن بالليل والفروق الصغيرة ما بين ان الواحد يفطر يروح يتمرن او ان الواحد يتمرن ما بين الساعة خمسة وما بين الساعة سبعة عشان الكورتيزول قلين وعشان مخزون الكلايكوجين يكون عالي فدي فروق طفيفة جدا ما بتفرقش غير مع الناس اللي هي فعلا المحترفة اتمنى ان تكون الحلقة دي من سلسلة حلقات هاشتاج اسأل الدك عجبتكو انتظر الاسئلة بتاعتكو في السكشن بتاع الكومنت او على صفحة الفيسبوك بتاعتنا ايجيبشن فتنس بيج او على الانستجرام ايجيبشن فتنس بيج نلتقي قريبا ان شاء الله